يسأل كمان كيف يحتفل بيت الحصري بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله حق قدري ومقدار الحقيقة الوالد رحمة الله عليه كان تعلقه بالقرآن وكان دايما يشرف دايما يقول أنا خادم القرآن الكريم ومحب لله ومحب لسيدي رسول الله وكان أوراده في القرآن دايما كان يختمها الحقيقة ويسمعنا كده ونوعد كده في تجليات مع سيدي رسول الله بقراءة دلاء الخيرات دلاء الخيرات آه يعني الحقيقة هذا الكتاب الجميل البسيط البركة اللي يبقى موجود في بيوتنا كلنا يمكن أو في أكثرية الناس الطيبين الحقيقة بما فيه من نفحات وصلاوات على سيدي رسول الله وكل يوم كده بقى في ورد فكان الحقيقة يعني بصدق كان أولا السنة العملية كان هو بالضبط يشربها لنا قبل السنة القولية يعني الحقيقة أي تصرف على طول في أي موقف هو بيعمله وإحنا بنقلده نكتشف بعد كده أن نتأسيا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في صبره الجميل فيه أدبه فيه تواضعه فيه حبه للمساكين والفقراء فيه عطفه على الأيتام فيه ترحابه بكل البشر بكل الناس فيه احترامه حتى للمكان اللي حفظ فيه القرآن اللي هو تحت شجرة وعند سبحان الله عند مكان إنارة يعني زي تأسيا بسيدنا النبي شوف إزاي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيحن على سبحان الله على جزع النخلة إزاي سبحان الله لما بكت ونزل كده احتواها وكده واسترضاها وكده وقال لا ألا ترضي أن تكوني معي في الجنة فسبحان الله يعني وطبعا كان بيحسسنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فالحقيقة كانت السنة القولية والفعلية معاه على طول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربنا منه حب سيدنا رسول الله وكان دائما أبدا كان يقول عريضي أي موقف ليه أنا وإخواتي شوف يرد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا سلام ويستحضر من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أي موقف